مجدداً عادت مشكلة الكهرباء في عدن إلى الواجهة لتضرب عصب الحياة مع دخول فصل الصيف أزمة دفعت بالعشرات من سكان المدينة للخروج في احتجاجات للمطالبة بتحسين وضع الكهرباء خصوصاً أن أغلب المديريات تصل فيها حالات الانقطاع لساعات طويلة متسببة بحدوث العديد من حالات الإغماء وإشكاليات أخرى السلطة المحلية وعلى لسان المحافظة الزبيدي حملت إحدى الشركات المحلية الخاصة بتوريد الوقود للمؤسسة مسؤولية أزمة الكهرباء في المدينة الكهرباء هي تعمل في أربع محافظات وأنتم تحلمون إمكانيات المحافظة لا تستطيع أن تقوم بحل مشكلة الكهرباء هناك طبعاً شركات تقوم باستيراد النفط وهي حتى اللحظة هي عرب جولف معروفة وحنا طبعاً مفروض يكون هناك الاستثمار مفتوح كما قلت وهذه المسألة مرتبطة بالحكومة ورئاسة الجمهورية ومع استمرار تدهور الوضع وارتفاع درجة الحرارة في عدن والمحافظات الساحلية تقف المؤسسات المعنية عاجزة عن مواجهة الاختلالات الأمر الذي دفع مدير مؤسسة الكهرباء في عدن إلى تقديم استقالته تفاقم أزمة التيار الكهربائي أعاد أسبابها رئيس الحكومة بن دغر إلى إيقاف ميليشيا الحوثي وصالح في صنعاء وبشكل نهائي للمخصصات والموازنات التشغيلية للطاقة الكهربائية في المحافظات الساحلية في وقت تشهد تلك المدن ارتفاعا في درجات الحرارة